موسيقى نفد الجيش المالي اليوم الجمعة غارات جوية على منطقة تين ذواتين بالقرب من الحدود الجزائرية المالية جاء دالي كعلي لثاني الثحوفية الجزائرية والد كبير وكانت قد عاشت بلدة تين ذواتين التابعة لولاية تمنرات الجزائرية الواقع للحدود مع مالي في أكتوبر الماضية على وقع احتجاجات عارمة وذلك على خلفية مقتل شاب عشريني بطلق نارية من عناصر الجيش الجزائرية موسيقى 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 ووفق ما تناقلت مصادر مختلفة فقد كانت ضحية يتجول ليلا بأحد شوارع هذه المدينة الحدودية قبل أن تباغته عناصر الجيش الجزائرية بطلقة نارية استقرت في رأسه أردته قتيلا الأمر الذي أعقبته احتجاجات عارمة تطورت إلى عمال شغبة دات المصادر أكدت أن هذه الجريمة النكراء التي انتكبها الجيش الجزائرية في حق شاب أعذل تطورت إلى الشباكات مع مواطنين غاضبين ووجهت بالرثاث الحية وفق ما ظهر من خلال شريط فيديو متداول على فيسبوك وثلطت هذه الحادثة التي وقعت في منطقة حدودية بين الجزائر ومالي الضوء مجددا على مناطق الطوارق الحدودية بين البلدين حيث تعيش عائلات وأثرة في مناطق شبهم الشركة وفي ثعي من السلطات الجزائرية إلى إحكام السيطرة الأمنية عليها بعد إقامة ثياج شائك للسيطرة على المنطقة وقعت الحادثة التي أثفرت عن مقتل شخص بعد ثماع إطلاق نار كثيفة وعلت أثوات في منطقة الزواد المحتلة شمالي مالي المحادي للحدود الجزائرية وفي الجنوب الجزائري أيضا بعد إغلاق الدول المرطلة على الصحراء لحدودها منذ بدء تفشي وباء كورونا الأمر الذي بات له تأثير كبير على منطقة معذولة يعتمد اقتصاده على المنافذ الحدودية المشاركة مع هذه الدول وعلى رأس الجزائر وموريتانيا على وجه الخصوص ودعت قيادات الطوارق في منطقة الزواد إلى فتح الحدود المشاركة بعد نضوب الثلع وارتفاع الأفعار الذي صاحب الإجراء المتخد من دول الجوار بحسب تصريحات أدل بها الرئيس الدورية للحركات الأذوادية ورئيس الحركة الوطنية لتحرير الزواد وطلب حقوقيون وساثة في المنطقة إلى وضع اعتبار لطبيعة الثكان المنطقة الملحقة مركزيا بمالي وتمتد إلى الجنوب الجزائرية حيث لا تذال مفاوضات معقدة مستمرة منذ الثنوات هدفوا انتذاع اعتراف بثكان منطقة شمال مالي وجنوب الجزائر الذين أعلنوا دولة من طرف واحد في العقد الماضي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة من خلال اذكاء النعارات الانقسامية والمث بمصارح الدولة التي تربط بها حدود فبعد ان احث هذا النظام بالعزل على المستوى الاقليمي والدولي وثارت مناوراته مكشوفة خاصة في شمال مالي وبمنطقة الساحل والصحراء لجأت مخابراته لتأليب المعارضة المالية ضد نظام باماكو وفي هذا الاطار استقبل عبد المجيد تبون الرئيس الجزائرية المعين من طرف العسكرة الامام المعارض محمود ديغو المعروف بمعارضة للدستور المالية والذي درس في السعودية ومحسوب على التيار الوهابية وكان له دور كبير في إسقاط نظام الرئيس السابق إبراهيم أبو بكر كيطا وكانت تبون قد استقبل يوم الثلاثاء الماضي إمام طريق الكنتية لجمهورية مالي محمود ديغو وأن هذا اللقاء حضروا كل من مدير ديوان رئاسة الجمهورية بالنيابة بوعلام بوعلام والمدير العام للوتائق والأمن الخارجية اللواء جبار مهنة وفي أول رد لها على هذه المنورات الجزائرية أعلنت وزارة الخارجية في باماكو أنها استدعت يوم الأربعاء الماضي الثفير الجزائر احتجاجا على مأثمته الأفعال الغير الودية من جانب الجزائر وتدخلها في الشؤون الداخلية لذولة مالي وقالت الوزارة المالية في بيان لها أن باماكو استدعت الثفير الجزائري لإبلاغه احتجاجا شديدا من جانب الثلطات المالية على خلفية الأعمال الغير الودية الأخيرة التي قامت بها الثلطات الجزائرية تحت غطاء عملية الثلام في مالي وبحسب بيان الخارجية المالية فإن باماكو تأخذ على الجزائر خصوصا الاجتماعات المتكررة التي تعقد في الجزائر على أعلى المستويات ومن دون أدنى علم أو تدخل من الثلطات المالية من جهة مع أشخاص معروفين بعدائهم للحكومة المالية الحالية ومن جهة أخرى مع بعض الحركات المواقعة على اتفاق 2015 والتي اختارت المعذكرة الإرهابية وحضر البيانة من شأن هذه الأفعال أن تفصد العلاقات التي تربط بين مالي وجارتي الشمالية وتستضيف الجزائر حاليا قادة عدد من الجماعات الانفصالية المالية والنقطة التي أفادت الكأث هو استقبال تبون في الجزائر العاصمة للإمام حمود ديغو واعتبرت باماكو هذا الاستقبال يدخل ضمن الأعمال التي تشكل تدخلنا في الشؤون الداخلية لمالي ودعت الخارجية المالية الجانب الجزائري لتفضيل مصر التشاور مع السلطات المالية السلطات الشرعية الوحيدة للحفاظ على تواصل من دولة لدولة مع شركاء مالي لكن الجزائر التي أصبح همها وإحداث القلاقل والتدخل في شؤون جيرانها لن تكف عن أعمالها العدائية ضد جيرانيا ثواء جنوبا أو غربا أو شرقا لأن عقيدة الجنرالات تابثة في إطارة الخلافات والتدخل فيما لا يعنيها وخلق التوترات في المنطقة بهدف إلهاء الشعب الجزائري بالأوهام ففي الوقت الذي عزل النظام الجزائري نفث عن الحضور في المنتدية والقمم الإقليمية والدولية نتيجة قثر العقل الثياسية للمتحكمين في دواليب الحكمة نجدهم يبتكرون الأثاليب والطرق للتدخل في شؤون الدول المجاورة لخلق البلبلة ومنعها من تحقيق التقدم والإذدهار لشعوبها وعلى إثر هذه الخطوة المالية الجزائر شعرت بالإذلالة وقررت بدورها استدعاء الثفير مالي حيث حتت الحكومة الجزائرية في بيان عالنية الثلطات المالية على التعاون معها من أجل إحياء الاتفاق الجزائرية وفي بيان صحفية دعت الدبلوماسية الجزائرية الثلطات المالية إلى الاندمام إلى التحركات الجزائرية لإعطاء ذخم جديد لاتفاق الجزائر يأتي ذلك كرد فعل لاستدعاء جمهورية مالي الثفير الجزائرية للاحتجاج على التدخل الكبرانات في الشؤون الداخلية للماليين واستضافتها للإرهابيين وبالعودة إلى الاتفاق الذي ذكرته الجزائر في بيانها ويتعلق الأمر باتفاق الثلم والمثالحة وهي اتفاقية تمت بين مالي والجماعات الثياسية والعسكرية المالية توسطت وأشرفت فيها الحكومة الجزائرية وهي نتائج مفاوضات طويلة بمدينة الجزائر العاصمة في الأول مارس 2015 ومن بين هذه الاتفاقيات احترام الوحدة الوطنية وإلغاء العنف واحترام حقوق الإنسان وتعذيذ ثيادة القانون وتمثيل لجميع مكونات الشعب المالي في المؤثثات وإعادة تنظيم القوات المثلحة والأمنة والتزام الأطراب بمكافحة الإرهاب وتثهيل عودة وإدماج اللاجئين وهي البنود التي خرقتها دولة العسكر الجزائرية ولذر الرماد على العيون تم التأكيد لثفير مالي على أن الاجتماعات الأخيرة التي تمت مع قادة الحركات الإنفثالية الموقع على اتفاق الثلم والمصالحة في مالي المنبتق عن مصاري الجزائر تتوافق تماما مع نص وروح هذا البيانة كتحد للعاصمة باماكو اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر